طبعاً بالنسبة لما يخص غزة لدينا نفس المواقف وندرك تماماً حدة هذا الموقف وحنا عدنا اليوم اتفاق الحكومة الإسبانية لأن هذا الوضع هو وضع لم يعد يطاق وكانت تقسمه بجموعة من المبادئ إزاء هذه القضية والذي وضحه جلالة المالك في خطاب في الرياض أثناء القمة المشتركة العربية الإسلامية نحن مع وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة نحن مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت ونحن مع إيصال المساعدات الإنسانية بن سيابية بشكل كافي وبدون عرقيل ونحن مع تقوية دور السلطة الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وكمحاور أساسي للمجموعة الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونحن كما أكد ذلك جلالة المالك مع مقاربة التي تخرج المجتمع الدولي من منطق تدبير الأزمات في هذه المنطقة إلى منطق بناء سلام دائم وعادل إذا كنا فقط سنضبروا هذه الأزمة لكي نوجدوا الأزمة أخرى فهذا يجعلنا في حلقة مسترسلة من الأزمات من الصراعات وغيرها ما يطالب به المغرب ما طالب به جلالة المالك هو واحد الموقف واضح أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته لإطلاق عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين وبإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هذه هي العناصر التي يرى في المغرب بأنها ضرورية المغرب كان دائما واضح في هذه المواقف والمغرب لم يحاول أن يعالج هذه الأزمة اليوم كمعالجة ضرفية المغرب وجلالة المالك أكد على ذلك أكثر من مرة يجب الخروج من منطق تدبير الأزمات في الشرق الأوسط إلى منطق حل هذه الأزمات بشكل عاجل دائم وأخذنا بها الاعتبار الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وكذلك حق إسرائيل في أنها تعيش في أمان وسلم في مناخها الإقليمي